اشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة إلى القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين التي عقدت في الجمهورية التونسية والقاها نيابة عن جلالته سمو شيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مشيدا سموه بمضامينها الداعية لتوحيد الصف العربي وتعزيز آليات التعاون المشترك وبما اجتملت عليه من تقييم للأوضاع والتأكيد على إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع المنطقة وحمايتها من الإرهاب لما يشكله من تهديد سافر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وضمن ذات السياق فقد رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية وبما أكد عليه بيانها الختامي من دعم للتعاون العربي المشترك بعدها أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا ون في نسخته الخامسة عشرة وما يمثله هذا السباق من تظاهرة رياضية سياحية اقتصادية ناجحة بفضل دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتشكل إضافة إلى النجاحات التي تحققها مملكة البحرين في الميادين المختلفة بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على رفع مستوى مشاركة صغار التجار في الاقتصاد الوضني بفعالية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم بدعم دورهم وتحسين بيئة عملهم وتذليل العقبات والتحديات أمامهم وقد أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بأمر سموه بدراسة تنفيذ التوصيات المشتركة المعدة إمفاذا لتوجيهات سموه لدعم صغار التجار والتي رفعها الفريق المشترك من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وبتكليف سموه لسمو شيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة دراسة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الوزرات والجهات الحكومية المعنية وحرصا من سموه على سرعة تنفيذ ما جاء في التوصيات المشتركة لدعم صغار التجار المرفوعة من غرفة صناعة وتجارة البحرين فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدفع الالتزامات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزرات وتمرير تسديد الفواتير المستحقة بشكل عاجل عبر نظام المالي المركزي لمباشرة دفعها للشركات في أسرع وقت ممكن وقبل الإقفال النهائي لحسابات السنة المالية 2018 فيما أحاط معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المجلس بأنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سيتم رصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزرات وعلى صعيد ذي صلة فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الوزراء بسرعة سداد مستحقاتها والتزاماتها لدى الشركات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها وضرورة تقييد الوزرات بدفع فواتيرها بسرعة ووفق الإجراءات المعتمدة بعدها عبر مجلس الوزراء عن تأكيده على عروبة هضبة الجولان مؤكدا أنها أرض عربية سورية محتلة معربا المجلس عن رفض مملكة البحرين لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة قوات الأمن العام وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بناء على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من معالي وزير الداخلية ثانيا وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية عرضهما معالي وزير الداخلية الأولى بشأن التعاون الأمني والثانية للاستفادة من خبرة المتحف الوطني لإنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء متحف للشرطة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين ثالثا حرصا من مملكة البحرين على المشاركة في إصلاحات وتعديل حصص الدول الأعضاء المساهمة في البنك الدولي التي تفضي لمزيد من الإصلاحات في أنظمة البنك المذكور فقد وافق مجلس الوزراء على رفع مساهمة مملكة البحرين لحصتها العامة والانتقائية في البنك الدولي وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رابعا اطلع مجلس الوزراء على عمليات وأنشطة مجلس المناقصات والمزايدات خلال العام 2018 وأثنى المجلس على ما تحقق من إنجازات على صعيد أنشطته وأعماله والتي عرضها سعادة وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات ومن أبرزها إرساء حوالي 2100 مناقصة ومزايدة بقيمة حوالي 3 مليارات و700 مليون دينار بحريني حيث نال قطاع النفط والغاز النصيب الأكبر من حيث تكلفة المناقصات التي تمت ترسيتها وجاء قطاع البنية التحتية في المرتبة الثانية وذلك بما يعكس حرص الحكومة على تعزيز البنية التحتية بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني كما أخذ المجلس علما بفتح عطاءات 1119 مناقصة ومزايدة بقيمة تقديرية بلغت 3 مليارات و300 مليون دينار بحريني كما أخذ المجلس علما بما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ الخطة التطويرية لمجلس المناقصات والمزايدات إلى ذلك فقد وافق المجلس على عدد من التوصيات لتسهيل عمل مجلس المناقصات والمزايدات ومنها أن تقلص الجهات الحكومية التغييرات والتجديدات على مناقصاتها قدر الإمكان والحد من إلغاء المناقصات التي تم طرحها وأن تبادر جميع الجهات الحكومية للتركيز على التأهيل المسبق للموردين وتقليص عدد منقصات التعاقد المباشر خامسا وافق مجلس الوزراء على استملاك عشرة عقارات لصالح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توسعة الطرق والمحافظة على حرم الطرق وتطويرها في العدلية والسهلة والجنبية وجنوب سار على أن تصدر قرارات الاستملاك بعد إقرار الميزانية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سادسا وافق مجلس الوزراء على إعادة تسمية اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة